نريد جواب عن هذا الموضوع اليوم في مكان هاي السفينة اللي هي مياه عراقية خالصة سفينة تعمل للصالح الكويتي طبعا هي سفينة اجنبية هي هاي اللي رجل ركز بي تعمل في التنقيب اهنا نمو المصيبة استاذ رسول المصيبة الاكبر منه شركة الموانئ العراقية لا حجت لا سولفت لا قالت اكو شي وزارة النقل بشكل عام ما اكو شي وزارة النفط اي ما اكو شي ليش مو هاي نفوط انت تبعد عن ميناءك الكويتي عفيلك 23 ميل بحري ويجي يبعد عنك 12 ميل بحري يعني تريد تقول لهم علم بيها وشايفيها وتاركيها احنا نريد نوسهل هس احنا عدنا سؤال لكم علم معقولة هاي سفينة ضخمة جدا يأخذ لها صورة من بعد ميناء البصرة الكبيرة ما اخذي لها صورة وصورة ايضا موجودة ان شاء الله استاذ حيدر يعرض لنا الصورة الى يومنا هذا السؤال هو شنو استاذ العزيز هذي اذا اوجدوا نفط او غاز هاي المنطقة راح تصير من محرمات هاي الحقول يعني هو هذا اساسا ممر ملاحي للعراق تفيت بيه السفن للعراق اللي يجيب بضاعة او تطلع من العراق تاخذ نفط او شي السؤال اذا صار هذا محرمات للحقول العراق منين يفوت بضاعته يعني نقوم نصبح نصير فعلا دولة مغلقة ونقوم نطل للكويت فلوس من اجل ان تدخل السفن هنا من اجل ان تدخل السفن هنا ووزير الخارجية العراقية لا زال يرفض ارسال قرار المحكمة الاتحادية الموقرة بخصوص اتفاقية خور عبدالله الى الامم المتحدة واداعها لدى الامين العام للامم المتحدة الى يومنا هذا يعني حقيقة انا اليوم اش اشوف اشوف اكو بيع للعراق اكو ضياع لاجياله لثرواته لسيادته برايك ليش ما يتحرك وزير الخارجي احنا هذا اللي نريد نعرفه هل وزير الخارجي يعمل للعراق ام يعمل للحزب الذي ينتمي اليه هس احنا افتهمنا البرلمانيين يشتغلون داخل البرلمان محاصصة وغيرها وكل من يشتغل الحزبة اغلبية هم ما نقول كلهم شي ليدك شي ليدك نزليدك نزليدك وهم اقسموا على ان يخدموا العراق ويصون الدستور يعني هذا حنث باليمين حقيقة من يرفع من اجل مصالح حزبه ايده او بامر من رئيس الكتلة مالته وهو يقسم على ان يصون العراق وينفذ الدستور ويحمي الدستور ويخدم المواطن هذا حنث باليمين على البرلماني ان يفكر في هذا الموضوع زين الوزارات شبيهة الوزارات يتمثل كل العراق ليش وزارة الخارجية متقاحسة ليش وزارة النقل متقاحسة ليش وزارة النفط متقاحسة متى يبدأ العراق بالحفر والتنقيب عن النفط والغاز والثروات في المسطحات المائية التابعة الى ليش الكويت تجيني من بعيد ليش ايران والكويت يعقدون اتفاقية مؤخرا بين ايران والكويت يتقاسمون فيها العراق وين هاي الاتفاق العراق خارج قوس ما الى وجود اشتركوا في القناة